الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ العالم الحافظ العابد الزاهد محدث الدنيا معلم التوحيد الشيخ عبد الله الحبشي الحراري رحمة الله عليه الإمان بعذاب القبري ونعيمه وسؤاله alors le grand imam de la communauté musulmane le grand عبد, le grand asset le grand محدث, le grand imam qui a servi l'islam et les musulmans dans son livre الشرح القويم على السرعة المستقيم aborde le sujet de le châtiment de la tombe et les délices de la tombe et la question de la tombe اليوم بعض الناس اللي بيطلعوا على الانترنت هما نكرة هما أناس نكرة ما معروفين لكن الانترنت عمل ينظر حصان ولكن هو في الحقيقة ايش حمار هؤلاء كفر قالوا لا يوجد عذاب في القبر انكروا العذاب في القبر معنا في هذا آيات وحاديث وإجماع أمة قرآن وحاديث وإجماع أمة فمن هؤلاء الذين ينكرون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لو كنا لا نرى نحن لكن لكن ما أخبر الله به حق ما أخبر به نبي حق ولو كنت لا ترى أنت النائم حدل منك ينام يرى في المنام أحيانا أشياء ترعبه تخيفه ويتعذب ويتألم وهو في المنام بعدين بثيء والحمد لله طلع منام وأنت لا تشعر بشيء لكن هو يشعر بكل هذا ويحس به وبيكون رعب كامل وأحيانا بيشوف المنام الإنسان أنه في مكان جميل ومبسوط وفرحان وما بعرف إيش ونصبه ملك وزوجه أحلى امرأة في البلد بعدين بثيء يطلع منام أنه كل هذا القصة بعد منام إذا هذا في من يكون بكوربكا وأنت لا تشعر بيه فما الذي يمنع أن يكون هناك عذاب في القبر أو نعيم وأصحب القبر يشعر بذلك وأنت لا ترى شكرا لدخل لديك بشير وليس لديك بيشن والشعر بشأن وليس لديهم جميعون أفضل لتسعر من تحرف أفضل أنه يقول بشأن يقولن مجبوك وليس تحرف لبنقد قد عربي في المنزل وليس لديهم يقولن على المساعدة هناك حيات ، هناك من الانيمة عن الفين على الاسلام حتى قالوا اجمعوا على اجمعوا ان الانيمة بك من تنظر الله بديم عربي حتى كابر يعني كافر يوغر ومن تنظر الله إذا كان يدعه على الاسلام فالقلاب سأل derجمع أحدث ce que como أدعون فالحالة الأن بقي يدع عادة أشخاص وكامت والذي كان يشعر ولكنك لا تشعر ولكنه يشعر كل اسمه ونهى يشعر في أشخاص يشعر أنه يشعر في أشخاص سيكون تعالي وإنه يشعر وفي يشعر 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 وقد أشعر وقامنا بشيء ونهي لا تشعر سيشعر ولكنه يحرر في القناة يمبر ان ينحمون ما يندمه خطوه أنه يمبر فقط الذي يدخل في واحده الذيان شخصيوين يقومون من محطين أو يديه فقط ليس من المحطة أن يجب ان أصبح تبعون من المحطة بأسنام الجميع يَعِلَيْا اَعْرَيْا يَعَوْرَرَى لَعَلَيْا يَعَمِرَيْا لَعَلَيْا لِعَالَى وِيَعِلَى لَا عَلَيْا موسيقى 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 والأصار على نمائك لو كان جيدا عندما يذهب في جنب المعروف يظرني أنه مرضا في محفوث يجب أن أخذ أنه لم يمس بحث كان عندما يأتي لو كنته وحفوث أنه كان بحث وقد أخذ عمل الإنسان كان لشيش أن بعض الأصدان لشيش بلاً لشيش بات يم يزوح النارون و صديقه الزم�로 رائع ، الله يدعي المحن ، لكن لسهاحرن النارا لكنها لا مرضى لك يمكنك نشرقه أنه لا يمكنك أن تكون انه هناك مرضى أو انه لا يمكنك ولا يمكنه قال تعالى للنار يُعرَضون عليها الادون وعشيا و يوم التقوم الأسعى تحرم أهل الأسعى الغوظن في الحدان في بعض الأحيان الله يظهر في بعض الأمور لكن لا يسأشارتان النارا لكنه ليس لديك أن ترى أنه يتم ترى أنه يتم ترى مكتابة أو أنه يتم ترى مكتابة ليس لديك أن ترى قال تعالى النار يُعرضون عليها غدون وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلا فرعونا أشدد العذاب alors الآية في سورة غافر 46 إذنه يُعرضون عليها نارا يعني قبل أن يوم الشياب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلا فرعونا alors on parle ici que durant le bas menthe دراً لبعمال ونظر بعمال ريوف من بعد أنها كنت أعزائل لمدة سهبين ثاني ونظر بعمال، حينماً ونظر بعمال ريوف منه حينماً ريوف يشهر بعمال ريلة حينماً نظر بعمال ريوف أنهاء لقد قلت لها شعورها لانه يتعججنا نسيح الناس مع ذلك لانه يأذيك نزيح zهب ينزيح ينزيح ينزيل ينزيح كوي. إذن يتعلم 25. إذن يتعلم 24. إذن يتعلم 20. ثم يتعلم 2 يوم. إذن يتعلم 1 يوم. اليوم. هذا ليس مهلا. هذا ليس مهلا. يتعلم 2 مرة. هذا في القرآن الكريم. إذن من هذا الكافر الملعون الحقير الذي يريد أن يكذب القرآن ويكذب رسول الله يقول لك شواء كلام. تحكونا بالخرافات. تحكونا بعذاب القبر. ينكر لك الإسراء والمعراج. اليوم عندنا ناس باسم دكتور ومدكتور هنا عملا للصهاين أعداء للإسلام بتفعولون لحرب الإسلام on a des ennemis au nom de docteurs islamologues ainsi de suite tout ça et c'est des gens qui ont payé par les ennemis de l'islam afin de faire semer la discorde et la division et mettre les gens en doute au sujet des savants de l'islam بيشكوكو الناس بعلماء أو بيشكوكوهم بالقرآن أو بالسنة أو بيشكوكوهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى الله تعالى أخبر أن آل فرعون يعني أتبعوه الذين التبعو على الكفر والشرق يُعرضون على النار في البرزخ أي في مدة القبر والبرزخ ما بين الموت إلى البعث الله تعالى الله تعالى a dit que ces gens-là seront exposés au feu de l'enfer deux fois par jour pendant après la mort jusqu'au le jour dernier on a dit البرزخ ما بين الموت والبعث entre la mort et la résurrection من غيري أيات خلوها إنما حتى يمتالي أرعبان كيف شرحنا المثال mais pour que ils auront peur et effrayés et ça c'est pas facile ça c'est pas une petite chose tu montres à la personne la place où il va être éternellement sans jamais mourir الله تعالى أنت بست أولا لنواحد حيحكموك مؤباد بس كلمة مؤباد مع الأكل والشرب والنوم بتلاقي معنا وياتو رحد كيف شرحنا المتحكيب نار si on dit à la personne tu vas être condamné à vie jusqu'à la mort dans la prison malgré que dans la prison tu as 2-3 roupas tu as de l'eau tu peux faire la douche tu dors tu as un matelas et tu dis c'est dur alors que dit-on au sujet de Jeanne مرة تن في الصباح و مرة تن في المساء au début de la journée et en fin de la journée ils seront exposés العشي هو وقت العصر قال تعالى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةِ يعني الملائكة يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون on dit aux anges فَتْ رَنْتْرِ ceux qui ont suivi فرعون dans le plus dur châtiment لَيْسَ مَعْنَ الْأَلْ الْأَقَارِبُ إِنَّمَ الْأَتْبَعُ الْأَلْ تُتْلَقْ مَعْنَ الْأَقَارِبُ وَتُتْلَقْ مَعْنَ الْأَتْبَعُ هناك مَعْنَ الْأَتْبَعُ الَّذِينَ التَّبَعُوا فرعون وَمُنْ جُمْلَتْ عَذَابِ الْقَبْرِ دَرْتَتُ الْقَبْرِ حَتَا تَرْتَلِفَ الْأَضْلَعِ parmi les châtiments le fait que les deux murs de la tombe se serrent même si nous on n'a pas vu Allah a fait que ces deux murs se serrent sur lui même si toi tu n'as pas vu ça c'est des choses qui arrivent aux mécréants et à certains musulmans désobéissants qui sont morts avant de se répentir celui qui laisse le ghin revient vers lui celui qui fait la médisance et la grippe celui qui faisait du mal à ses parents الذي كان يؤذي والديه الذي كان لا يتحفظ من البول الذي كان يمشي بالغيبة والنميمة أما المؤمن التَّقِي فهو في نعيم أينما دوفين ولو دوفين في مقبرة الكفار alors le musulman pieux et il est dans les délices de la tombe même si on l'a enterré dans les cimetières des non musulmans lui il sera dans un grand délice il voit sa place dans le paradis il sent l'odeur du paradis il aura une lumière dans sa tombe وَقَدْ يُسَخِّرُ اللَّهُ لَهُ الْمَلَائِكَ يَنْقُلُونَهُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ c'est possible que les anges le trans faire de cette place à une autre place on avait un grand imam ou un grand sheikh lorsqu'ils l'ont enterré ils l'ont enterré بعد مَخَرَجُوهُ ils n'ont pas quitté ils ont entendu les gens comme des éclairs comme des foudres مثل صوت الصعق en fait il y avait comme une guerre et là ils ont cru c'est des avions après non c'était pas ça la tombe s'est ouverte الْقَبْرِ الْقَبْرِنْ صَدَعَ الْقَبْرِ et celui qui est dans la tombe qui l'ont enterré il s'est volé c'est possible que les anges l'ont pris pour l'enterrer ailleurs قال رحمه الله وقال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً طيب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً أنت تعرف أن بعض الأحيان بكون الإنسان كافر وعنده وسعة بالعيش عنده أموال قصور طيّرات سيّرات وكذا طيب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي يعني الذي أعرض عن الإيمان المراد هنا عن الإيمان بالله فإن له معيشة ضنكة ولكن بعضهم يعيش قبل الموت بالرفاهية إذن أين المعيشة ضنكة؟ قالوا معيشة ضيقة أي في قبره أي في قبره فإن له معيشة ضنكة أي ضيقة أين؟ بعد الموت في القبر لأنه كثير منهم هؤلاء يكون في بحبوحة وسعة فمعناه أن الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله إذا ماتوا يتعذبون في قبورهم وهذا المراد بقوله تعالى معيشة ضنكة أي ضيقة والمعيشة قبل الموت ولكن هنا المراد حالهم بعد البرزخ بعد الموت يعني في البرزخ هذا المراد به معيشة قبل الموت المعيشة ميسي سي أبري الموت fruit et avant la résurrection يعني لِيْسَ المراد هونه قبل الموت يكونوا فعيش لأنهم ت likah تريبون يننن قول الموت إنوا لديهم وہايا Undي يننى هذه الرنس في عن المواط ففي هاتين الآياتين اثبات عذاب القبر الأولى صريحة أما الثانية فقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع وهو أن النبي فسر هذه الآية معيشة ضنكة بعذاب القبر يعني لبقمي آية النار يعرضون عليها غدومة وعشية ويوم تقوم الساعة سيكون اكسبوزيه دفوع هذا هو أنه تقوم بها عذاب القبر في الغد بعد العودة الروح يكون له حساس بالعذاب إن كان من المعذبين يعني سابر مكتنة في القمر بعد العودة ديارة إلا غذب في الغد أو يرجع قال رحمه الله بعذاء الآية تتعرى في هذا الغد في الغد estiver و تتعلم من الغدد الكبار الذين اقتنوا قبل التوبة فهم صنفان صنفان يعفهم الله من عذاب القبر وصنفان يعذبهم ثم ينقاطع عنهم ويؤخروا لهم بقية عذابهم إلى الأخيرة alors maintenant en parlant les deux ayats qu'on a cités il s'agit des mécréants au sujet des musulmans désobéissants المسلمون العصاد الذين ماتوا مغيري توابا ceux qui sont morts avant de se répentir alors au sujet des musulmans désobéissants qui sont morts avant de se répentir certains الله leur pardonne comme il a dit dans le coran وَيَخْفِرْ مَدُونَ ذَرِكَ لِمَيَّشَا et s'il lui a pardonné ça veut dire qu'il n'aura pas le châtiment ni dans la tombe ni dans l'au-delà et certains auront le châtiment mais pas comme les mécréants ceux qui seront châtiés parmi les musulmans dans la tombe ce n'est pas comme les mécréants لَيَكُنْ لَا دَغْطَتَ الْقَبْرُ وَلَا الْعَذَبُ لَيَكُنْ مِثْلَ الْكُفَارِ ليعلم أنه لا يقال إن الميت إذا كان يرى في القبر في هيئة النائم ولا يرى عليه شيء من الاضطرابات ولا يصرخ أنه ليس في عذاب إلا أن يكون هو يقول فإذا هو ليس إذن يعني بعضهم يقول لا يرى عليه الاضطراب ولا يرى عليه أثر أو لا نراه يصرخ فإذا كان كذلك إذن هو ليس في عذاب قُلْ نَا لَيْسْشَرَتْ أَنَّرَا فَقَدْ قَالَ لَبَعْضُ الْفُقَهَا عَدَمُ الْوَجْجَدَانِ لَا يَسْتَلْسِمُ عَدَمُ الْوَجُودُ Certains فوقhs ils ont dit si toi tu n'as pas vu ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu si toi tu vois pas ça veut pas dire مع بعض الْحيان الميت يشوف مَلَكَ الْمَوْتُ وَكَذَا وَيُحْكِ مَعُوْ Des fois la personne qui est en train de mourir il voit l'ange de la mort il voit avec lui les anges du châtiment ou les anges du clémence يَرَمَا لَاكَة الْعَذَاب أو مَلَاكَة الْرَحْمَةِ وَنَحْنُ لَا نَرَا شَيْئًا وَيُكَلِّمُونَهُ وَيَسْمَعُ وَنَحْنُ لَا نَسْمَعُ il lui parle et nous nous entendons rien mais lui il entend فإذا نحن لم نرى الشيء بعيننا ليس معناه أن الشيء ليس موجودا كثير من الأمور أخفاه الله عننا وبعضها يكشفها الله لبعض عباده والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام